عنوان المحاضرة اليوم نقض اتفاقية سيداو وكلمة نقض بتختلف من كلمة نقض بالدال فكلمة النقض بالضاد تعني ابطال كل ما يوجد اما كلمة نقض بالدال فهي تعني الانتقاد في مواضع محددة هذه المحاضرة الهدف منها هو نقض هذه الاتفاقية وبيان الموقف الشرعي منها وتوضيح تناقض الاتفاقية مع نفسها وتناقض او مناقضة هذه الاتفاقية للدين من جهة وحتى للمواثيق الدولية الموقعة عليها نفس الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية فهي متناقضة في نفسها مناقضة لقوانين اهلها ومناهضة للدين الاسلامي والهدف يخوانا من الكلام عنها هو هدف ديني محض يعني لما نعملنا المحاضرة واخترحناه يوم الجمعة الفاتت ما كان هدفنا منا اي هدف سياسي لانه انا عارف الايام دي الناس ضاجبها بالاتفاقية دي ما بين مطالب بالتوقيع ومعارض للتوقيع والمطالبين والمعارضين عندهم اهداف سياسية من الكلام دا ونحن ما عندنا شغلة مع الموضوع دا كله وما جايين زي ما بيقولوا الناس ننقض هذه الاتفاقية تأييدا لموقف سياسي بتاع النظام القديم انتبهوا الكلام دا كويس لانه في اسلوب استفزازي للمسلمين الايام دي مما انت تدافع عن دينك في ادنى مسألة من المسائل بيقولوا بيقول لك انت بتدافع عن الكيزان عشان الشعب الايام دي كرهانهم والناس زهجان منهم فمن الاساليب الماكرة اساليب الشيوعيين والعلمانيين الناس الكرهانين دينا دائرين يلصقوا الاسلام بالنظام البائد القديم عشان انت ما يكون عندك الجرأة تدافع عن مسألة واحدة من شريعتك من دينك اول ما دفعت عن الدين يقول لك شايف دي للكيزان هنا الكيزان كانوا مبنين الدين دا بجزئيات وبتفاصيل الصحيحة فدي مواضيع سياسية احنا ما عندنا معا صلة موضوعنا موقفنا الشرعي شنون احنا كمسلمين من هذه الاتفاقية طيب اتنين مرتكزات النقاش انا بناقش موضوع المرأة يا اخواننا وعندي الناس نوعين النوع الاول من الناس من هو مؤمن بالله يحترم نصوص الكتاب والسنة اول ما تقول له ربنا قال تاني ما عنده كلام قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره المؤمن داول ما تقول له ربنا حكم كده خلاص الكلام انتهى ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ربنا ميز جنس الرجال على جنس النساء لتميز ربنا الخالد والامر له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خلاص المؤمن يسلم لربنا انتهينا فنقاشي مع اي زول يؤمن بالله ورسوله ما عندنا كلام كتير بقول له لا احكام كده المرأة في الموطن دا ما بتساوي الرجل المرأة ميزة في الشريعة في مواطن الرجل ميز في مواطن انتهينا دا نقاش مع اي زول مؤمن بالله ورسوله النوع التاني نوع متفلسف ومخدوع بالحضارات الغربية ولا يؤمن بالنصوص وحتى القرآن عنده تحت النظر والتقدير القرآن ذاته بقول لك يا اخي الاية دي بتجي معاي ودي ما بتجي معاي فده يناقش بالحجج وبنسبت له انه ديننا اقوم واحكم واتفاقيتك الانت باني عليه يا هذه الاتفاقية بنصها اتفاقية متناقضة وما تساوي تمن الحذر الكتابوبية واتمعت لها دول ووضعوها في اكتر من خمسة سنوات كهيس وبعد متناقضة والقرآن يقواننا حتى الان اربعتاشر قرن من الزمان والتحدي قائم انه ما في زول يأتي بسورة من مثله ولا آية من مثله اربعتاشر قرن للليلة ما اثبت في القرآن انه فيه تناقض واحد ما في اتفاقية انت سويتها ناقضت نفسها وانت ناقضت وانت ناقضت ناقضوها وتي دارت لزندية الناس طيب نقطة الثالثة ما هي اتفاقية السيداو اسم اتفاقية 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 القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة دا العنوان دا العنوان وقالوا لابد من اشكال ازالة اشكال التميز ودالين المرأة تكون مثل الرجل قاعدوا لها خمسة سنوات وضعوا الاتفاقية بدت توقيع عليها في سنة الف وتسعمية وتمانين اول من وقع السويد الاوروبية وبعد ذلك توالت الدول الاوروبية وقعت عليها من الدول العربية بدوا يوقعوا الى سنة الفين وتسعة وقعت اخر الدول قطر وفلسطين وقعوا عليها مع التحفز اغلب الدول الاسلامية العربية وقعت مع تحفز ما مقتنعين بكل ما فيها وما مقررين لي طيب و بس في نقطة من هنا ونمشي قدام صغيرا نجيف عندها الاتفاقية ذات نصت وانا هي برعاية الامم المتحدة بس انا داردكم تناقضات عشان تعرف احنا ناتوا ان ناقشينا في كلام يا اخي اسياده ذاته والله اما ما مهتم من به او دا كلام عبارة عن عن جهن وتخبط الاتفاقية كانت برعاية الامم المتحدة ومن المواسيق بتاعت الامم المتحدة انها تحترم كل المواسيق الدولية ولا تتدخل في الاديان والثقافات بتاعت اي دولة جات نصة الاتفاقية في اول صفحة من صفحاته في اول صفحة من صفحاته انه قالوا تضع هذه الاتفاقية المؤلفة من ثلاثين مادة في قالب قانون ملزم يلا ركزوا معاي قالوا في قالب قانون شنو ملزم والاتفاقية اصلا مبنية مننا الاول على اساس شنو انها تتبع برعاية من الامم المتحدة فاذا من اول صفحة في الاتفاقية هي تناقض المبدأ بتاع القائمة عليه وهي قائمة على قانون الامم المتحدة فناقضت قانون الامم المتحدة ده اول حاجة الامم المتحدة بتقول انها ما تتدخل في ثقافات البلد ولا في دينه وهما من الاول قالوا القانون ده ملزم قالوا وتطلب ان توافق الدول الاطراف على ان كل العقود والسكوك الخاصة الاخرى التي تقيد من الاهلية القانونية للمرأة يجب ان تعتبر لاغية وباطلة اذا الاتفاقية بتناقض الامم شنو المتحدة ده من الاول ده من الصفحة الاولى ونحن يا اخواننا نتحاكم الى كتاب الله عز وجل وربنا قال لو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا القرآن ما بتناقض ودي متناقضة من الاول طيب اثنين من اوجه التناقض الفضيعة جدا الاتفاقية سمحت للدول الموقعة ان تتحفظ يعني فيها تلاتين مادة ممكن انت لمن توقع تقول انا بتحفظ على المادة من واحد لعشرة بتحفظ على يعني شنو يعني ما بنفزها طيب كيف تكون الاتفاقية ملزمة وفي نفس الوقت يسمح للدول الموقعة انها تتحفظ كيف طيب انا ممكن اخذ تحفظ هذا التحفظ يلغي اغلب الاتفاقية صح ولا ما صح التحفظ بالمناسبة بتاع السعودية ومن الموقعين تحفظ السعودية في تقديري ينشف كل حرف في الاتفاقية السعودية عمل التحفظ من جملتين انها توقع على الاتفاقية وترفض او تتحفظ على كل ما يخالف الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية طالي خلت شنو في الاتفاقية ما خلت فاوليش زي ما حدا يشوفه في بلود الاتفاقية زاتها الاتفاقية هي عبارة عن شنو عبارة عن قوانين تناهض الدين وبعتبروا التمييز ضد المرأة جاء نتيجة اما للدين او للأعراف المحلية اما عادات بتاعت ناس او نصوص دينية ده اشكال التمييز السعودية قالت لهم ان احنا اي شي بخالف الشريعة الاسلامية ما بنطبقه وبخالف قوانيننا المحلية ما بنطبقه فضل شنو تاني ما فضل شنو اذا من التناقض في الاتفاقية كونها تسمح بشنو بانو يسان يتحفظ عشان كده اغلب الدول وقعت عليها مع التحفظ ما اظن ما وقع عليه للسودان والصومال بس دين ما وقعه والسودان ذاته انتجال ما وقع دينا يعني ودينه ما اكتر من ديلك كان جماع الزمن ديل ما اندهون دينا ذاته خللهم متحفظوا عليها لكن ديليه اغراب واهداف سياسية ما اكتر من كده سأليه بتاع الضغط شغل بتاع سياسة طيب يا اخواننا الاتفاقية دي عندي خمسة نقاط بتدين مجمل التصور بتاع اتفاقية سيداو النقطة الاولى الدعوة الى المساواة بين الجنسين كل الاتفاقية بتدعو الى المساواة بين الجنسين وتأجيج العداء بين الرجل والمرأة واولا يا اخواننا الاسلام لم يدعو الى المساواة اطلاقا انما دعا الاسلام الى العدل طيب سنو الفريق بين العدل والمساواة مش بتاع دعا عبدالواحد الفريق شنو بين العدل مفهوم العدل ومفهوم المساواة مفهوم المساواة ان تساوي بين المختلفات وده غلط ومفهوم العدل ان تساوي بين المتساويات وتفرق بين المختلفات دي العدالة كده يعني انت اذا كان في البيت عندك اولاد واحد بقرة في كلية الهندسة خاص بقروش كتيرة والتاني بقرة في الروضة لو اعملت مبدأ المساواة حتى تدينهم كم مصاريفهم بتاع الروضة الدار له سندويتس يأكله اه وحق الحلاوة والترحيل بيجبسوق من البيت مصاريفه كلها امتك جاوزات 30 جنيه ولا 20 جنيه في اليوم اها والبقرة هندسة في بحري دار حق مواصلات كم والشيتات بتاعته ولا البسموات كتب البصورة كم انت لو اعملت مبدأ المساواة حتساوي بين بتاع الروضة واشنوه وبتاع الجامعة تدينهم اللي اثناني 31 جنيه ما بيقرأ الكبير ذاك لان يا اخوانا المساواة ظلم المساواة في حد ذاته ظلم فإن اتفاقية السيداء دعت الى المساواة بين الرجل والمرأة ونحن نقول المساواة بين الرجل والمرأة اول حاجة ظلم للمرأة وهم بيدعوا انهم بيدعوا عن حقوق المرأة بظلم لها المساواة لان المرأة تختلف عن الرجل مريم عليه السلام لما ولدت كانت في بطن امها امها قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها يعني لما كانت حامل بمريم قالت انه انا وهبت ليك يا ربنا مريم تكون خادم او ما في بطني يعني يكون خادم للبيت المقدس المهو المسجد الأقصى ربنا قال فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى ليه لانه هي كانت في نفسها انها تنجيب مولود يخدم البيت المقدس ولما انجابتها انثى اتحسرت ليه لانه الانثى ما بتقدر تخدم زي الراجل شان كده قالت وليس ذكرك الانثى ليه لانه الذكر يا اخواننا تخش المسجد في اي وقت لكن المرأة بتخش في اي وقت ما بتخش فاول حاجة ما حتقدر تخدم لطبيعتها واثنين ما بتقدر تخدم لقوتها المرأة ما زي الراجل واعترفت بذلك المنظمات الغربية زاتها ورجعوا بالورى بناقض في اتفاقيتهم قالوا انه في كثير من المهام لا تستطيعها المرأة رجعوا الى الشلف الدين الاسلامي ذاته المرأة بتقدر على اي حاجة وفي مهام ما يستطيع الى الرجال ولو نحن قلنا ان المرأة تتساوى مع الرجل هذا فيه ظلم للمرأة ده ظلم لان امر واحد كويس فهم قالوا بيدعوا للمساوة وده يا اخوانا فيه تناقض تاني الناس دي لجوا في الاتفاقية في الصفحة رقم اربعتاشر في المادة اتناشر البندي اتنين لاحظ الاتفاقية اصلا مبنية على مبدأ المساوى ده في اول صفحة في الاتفاقية قالوا اتخذت خطوة رئيسية نحو هدف منح المرأة المساوات في الحقوق الى اخر الكلام مساوى مشكدة طيب جوا في المادة اتناشر البندي اتنين قالوا بالرغم من احكام الفقرة واحد لاحظ الفقرة واحد القناة ان المرأة تتساوم عن الرجل قالوا من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل قالوا يميز المرأة ايام الحمل استسنوة يعني اها والولادة وفترة ما بعد الولادة وتوفر لها الخدمات المجانية على الاقتضاء وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة طيب قدتوا ما قدتوا المساوى بين الرجل والمرأة تاني ليه نجيته قدتوا نخصص المرأة برعاية خاصة وعناية خاصة وقت الحمل والرضاعة ليه السبب شنو خلوا المرأة الحامل زي الماء حامل والمرأة الحامل زي الراجل والراجل برضو تدوه مخصصات للحمل والرضاعة ممكن داري حمل برضو ومن حقه ولا ما مساوى هم لو نادوا بعدالة نحن نقول لهم العدالة في الاسلام انه وضعت للمرأة وضع خاص جدا في الحمل في الولادة في الزواج في ظروف كثيرة الاسلام وضع لها وضع خاص انتوا قلتوا لا نحن ما دارين تميز ودارين مساوى طيب الشي اللي بخليكم كي تستسنوا المرأة ايام الحمل شنو اعترضوا عليهم بالمناسبة جهات من الرجال جاتهم قال لهم انها دارين اجازة بتاعت حمل وبعضهم بديهم المنظمة بتاعت القمم المتحدة منظبات الشغالة في دارفور دي بديهم اجازات بتاعت رضاعة تمشي تتكل في البيت دار تردع ما دار تردع بطريقتك دا تناغض ولا ما تناغض وهذه كلام سيدتي اخواننا سيؤثر سلبا على انتاج المجتمع ليه؟ هم في الاول قالوا ان التنمية التامة والكامل لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين طيب ماذا منتوا دارين؟ الانتاج دارين رفاهة المجتمع ما ممكن ايه تتخذت لقانون للمرأة تستسنئ به ايام الحمل والرضاع واجي الراجل اقول لك نداري جازة بتاعت حملي برضو وتديه جازة حملي ده تعطيل او لا تعطيل ده تعطيل بل ده يفتح باب لانه اي مناء اي شي انت من يسابه والمرأة الراجل بيطالب بانه داير نفس الشي ما هو ساوى فحيفقى اي شي بعطل المرض يعطل الراجل داير الحمل تسعة شهور كويس؟ وداير غزة الراجل برضو داير غزة غزة خاص ورعاية خاصة والرضاعة سنتين برضو الراجل داير ايجازة رضاعة وداير ايجازة امومة يبقى الراجل المدعطل والمرأة المدعطلة دا بيسبب الاتفاقية بتاعتكم اللي ما ميزت بين الفوارق بين الراجل والمرأة طيب يا اخوانا اتنين او او في نفس الفقرة الاولى تأجيج العداء بينهما الاتفاقية دي اخوانا بتتعامل مع قضية الرجل والمرأة كأنها قضية صراع في الصراع بين الراجل والمرأة ونحن في المجتمع المسلم ما عندنا صراع ولا بنتعامل مع المسألة دي بخلفية صراع بيناتهم لا ابدا نحن بنتعامل حتى يا اخوانا لو الناس بيقوا في شغل معين لو في وظيفة مثلا شغالي لو ان شاء الله في بنك في اي مؤسسة لو حصل لهم خراب في البنك بتلقى الناس تلقائيا المسلم بطبيعته طوالي خلى العمل بخص المرأة جانب يقول للنسوان لو حصل لهم ان شاء الله حيطة وقعت اتكسرت حاجة حصل كارثة في المطرة جاءت اي شي تلقائيا بيخلوا الحاجة المناسبة بالمرأة براها والحاجة حقة الرجال براها لو في عربية اتعطلت في الشارع وفي نسوان واقفات كويس وراقبات في العربية انت يا اخي كمسلم ونحن بثقافتنا طوالي حتقول للنسوان ومشي قعدوا في الضول هناك ويجوا الرجال بيدفروا العربية لانه ده بلقب الراجل ودقب المرأة من غير ما نحن ننضم كثير بنلقى المسألة دي تلقائيا هي موجودة عندنا صح؟ ما عندنا الصراع لكن ديل دارين يولعوا الصراع كأنه في مشكلة بين الراجل والمرأة والمشكلة عندهم هم ما عندنا نحن هم اللي عندهم المشكلة دي والمشكلة اللي جابة لهم شنو؟ لأنهم هم تعاملوا مع المرأة وده النقطة الثانية بتاعتنا التعامل مع المرأة باعتبارها فردا مستقلا كائن مستقل كويس براو كده فوق المجتمع يخن نحن عندنا المرأة دي جزء من نمط المجتمع جزء من الأسرة جوالأسرة عندها حقوق وعلى واجبات الرجل جوالأسرة عنده حقوق وعلى واجبات الطفل عند حقوق وعلى واجبات نحن منظومة مربوطة منظومة مجتمعية كاملة أيضا مربوطة بحقوق وواجبات هم عندهم المرأة دي ما عندها شغل بيده كله مستقلة براه وفوق المجتمع تلاتة التركيز على حقوق المرأة ويقفال الواجبات الاتفاقية كلها اتكلمت عن ان المرأة ما يميزها في كذا وما تضرر بكذا لكن ما اتكلم عن واجبات المرأة التي تقوم بها حيال هذا المجتمع فيبقى عندهم المرأة دي كأنها حاجة براها كذا اربعة الاعتماد على التصور الغربي لقضية المرأة الفهم بتاع المجتمع الغربي تمع الخواجات زي ما الناس بسموه هو تصور مادي فقط كيف يعني همون الزول يعيش حياته دي بس لكن كونه في آخرة وربنا بيسألنا وفي قبر في وسؤال وفي حساب يوم القيامة وفي مسؤوليات تحت تسأل منها دا ما عندهم دارين يعيشوا لدنياهم دي بس ودي انا يا اخوانا باعتبرة نقطة اساسية في الموضوع دا كله اي زول داري يعيش يا دنيته بعيش وراء شهواته لكن نحن في الاسلام عندنا حقوق وواجبات ومسؤولية وخوف من الله يا خوف من الله فكل شيء انت بتدعمل مع زوجتك في البيت بناء على المخافة ربنا والله لو انعذبت مخافة ربنا قانون واحد بيمسكك ما فيه نكلمك والله ما في قانون يحبس الرجل عن ايذاء المرأة مهما كان قانون شديد الا ما خافت ربنا الان يا اخي الشرطة الامريكية في تقرير موجود انا جبت التقرير معاي بتقول انه ثلث الاتصالات البيتلقاها جنود الشرطة بتكون فيما يخص ضرب الازواج لزوجاتهم والعكس نسوان بدق الرجال والرجال بدقوا نسوانهم دي تلاتين في المية او كم تلاتين في المية من المشاكل عندهم يا ناس دي احنا عندنا قدر ده احنا ما عندنا قدر ده اغلب ما تستقبل المستشفيات عندهم من الضرب بيكون بين الزوجين مرة مفلوقة في راسة وعينة مقدودة وما تعرف السبب شنو ده ضرب عندهم احصائيات انا لما قلت والله لما اتخلعتها والله لما اتخلعتها احصيات كانت بنا برامه يا اخواننا نحن في الاسلام بنادعمل بمبدأ الخوف من الله شوف ربنا قال والاتي تخافون نشوزهن المرأة اللي انت خفت انها تنفلت اتخيل النشوز كونها تنفلت من طاعة زوجها والاتي تخافون نشوزهن قال فعضوهن شوف الترتيب ده جميل كيف زاده تتكلم معاه وتنصح وهجروهن في المضاجع مرحلة تانية اذا ما استجابت تهجرة يعني اتتنون في محلة وهي في محلة لا تدياش اللوت ولا تطق بالمفراك ولا يجيش قال بعد ذاك واضريبوهن لو وصلت مرحلة اللول ما نفع والتاني ما نفع واضريبوهن والضرب ما ضرب مبرح ما بتتناولب عكاس تقوم على الدقة دقة الحرامي لا 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 ما في كلام زي ذا الضرب ضرب غير مبرح بس يوريه انه انت زعلان بعد الصلف قال يدقون بالعمة وبالملاية وبالمسواك يعني حاجة كذا خفيفة دلع ساي كذا دقة بتاع الدلع كذا اتخيل معاي شوف جزئية الآية الأخيرة مهمة جدا في الشاهد بتاعنا هنا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ولاحظ آخر الآية إن الله كان عليا كبيرا يعني اتك لو مرتك أطاعتك وسمعت كلامك وإن تبعت داد عليها ربنا قال لك يعلم إنه ربنا هو العلي أعلى منك والكبير أقوى منك وربنا حيعاقبك ده بخوفك ولا ما بخوفك نحن بنتعامل في الإسلام بمبدأ الخوف من الله حياتنا مش حياة بيضبط قانون فقط أي نعم في قانون في حكومة صح لكن الأساس هو الوازع الديني ده بيضبط المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة بعد ما تطلقها ما توضيها لا مش طلقة رجعية تقعد في بيتها وتأكل معاك وتشرب وتزيّن لك وتجيق عاشرة مشاق قدامك وجاية عشان إنت قلبك لليه وترجع تاني لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا تجيب لها فاحشة تكون قاعدة في بيتها يا ناس نحن في الإسلام نتعامل بمبدأ الرحمة بمبدأ الخوف في ربنا لكن ديل شغل شغل بتاع طغيام مادة قانون والقانون ما بحي المشكلة صدقني اتنين عندهم التفكير الأحادي نظرتهم إنه زل يعيش حياته هو هو حياته يعيشها شان كده عندهم في قوانينهم هنجي نقراب على شويات إنه المرأة ليس من حقها الرضاعة ما ترضي على الجنة تعيش حياته هي بس وليس من واجباتها الإنجاب يعني ممكن تقول لك أنا بزوجها لكن ما در أنجيبي ولد من حقها ما تنجيب هو إيه؟ وما ترضعه ومن الاتفاقية نصد على إن الدولة ملزمة تعمل حضانات ودور رعاية عشان المرأة تمشي تخد ولدها في دار الرعاية عشان تستمتع بحياته ما عندها شغلة معاوة دي الاتفاقية بطاعتك يعني أنت تتزوج والمرأة ليس من حق ليس من واجباتها طاعتك يعني تتزوج لك مرأة والحاجة ما بتطيعك اتنين من حقها تمارس الجنس مع من شاءت متى ما شاءت ويتم الزوجة ومن حقها أن لا تنجب ولو أنجبت من حقها أن لا ترضع وبعد ذا ليس من واجباتها التربية تجيب لك ولا تحقك ولا حقيرك إذا ما عارفه وبعد ذا مشيره وتوضي دار الرعاية عشان تمشيها دار تتنزه وتعيش حياتها هي عشان كده طبيعي جدا ترتب على هذا ترتب عليه شنو أن ينشئه دار العجز والمسنين ليه لأنه أنا كطفل اتربيت في ضيل أبو أنا ما عارفه منه هم منه أنا ما عارفه أمك لقاطتك من محل أبوك منه ما معروف وبعد ذا شالتها خطتك في دار الرعاية تتربى تربية ليس فيها حضن الأم ولا عطف الوالد تربية بتاعت يأكل ويشرب ويجيبوا للبنبس ونظفوا ويقعد ما في حد يعلمك تتكلم ما في حد يعطف عليك ما في حد يشفق عليك تتربى تربية الآلات والماكينات زي الفقاسات بتاعة الدجاج والسواسيو فقاسة تفقسوا من هنا يأكل هنا يشرب هنا ينظفوا بيجاي انتهى الموضوع طفل بتربى تربية زيدي باقي إليك بيكون فيه عطفي بعدين على والد شان يحن عليه عند الكبر ما عنده معاو شغلة نفس المعاملة انت عاملتوا ليها هو حيشيلك ويسلمك لدارة العجزة والمسنين بعدين دا كده النظام شكد يا اخواننا الاتفاقية السيداو قائمة على مبدأ ما بيشبه حياتنا نحن أصلا ما بيشبه حياتنا نحن حياتنا قائمة على رعاية للطفل من قبل أن يولد قبل ما يولد أبوك بمشي ويفتش عن الأسر اللي بيتزوج منا والمرأة ذات الدين والأسر المحترمة والزوج والزواج بضوابط بتعب بعد ما اتزوج اهتم الوالد بيك وانت في بطن أمك أمك اهتمت بيك قويس بعد داك ربوك واعتنوا بيك عناية تامة وعلموك فلابد يكون عندك بعد داك واجب وحق ليهم عليك انت مجتمعنا احنا كده نجي نحن نمشي نبار إلينا مجتمع ما عنده صلة يا اخي واحدة من الدول الكبرى الموقعة على الاتفاقية انا ما دار يجيب اسي مخلية لأن الكلام اللي قريته عنهم خلعني والله اربعين في المية من نسبة المواليد مجهولين الأبوين اربعين في المية من نسبة المواليد في دولة كبرى مجهولي الأبوين باقي لك دا مجتمع محترم ابو منه ما عارفو ذاته طيب يا اخوانا النقطة الخامسة من المآخذ على اتفاقية السيداو المصادقة او المصادمة الصريحة لنصوص الدين وحتى مواثيق الأمم المتحدة التي تكلمنا عنها والمصادمة لنصوص الدين حجيك في التفاصيل خمسة ابرز النقاط المنكرة على الاتفاقية اولا جعلها هي يعني بيقة الاتفاقية هي القانون الملزم للموقعين هي بيقة قانون فوق قوانين البلد اثنين ربط التنمية والرفاهية والسلام بمساواة المرأة بالرجل نحن كمسلمين عشنا عصور من الازدهار في الدين والدنيا وما كان عندنا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مع ذا كان للمرأة دورا في رفعة المجتمع في كل الجوانب يا أخي من الله يقرأ في كتاب تهذيب الكمال في سير الرجال وقرأ الذهبي سير علامة نبلة شوف النساء الكتب عنهم في أي بجال في العلم متفوقات في الطب سيدة عائشة كانت من العلماء في الطب واللغة ومرجع وهي أعلم نساء العالمين مرجع الصحابة يرجعوا ليه يسألوها خويس أقرأ عن سير السلف يا أخي حتى في الجهاد حتى في الجهاد النساء في العهد الأول ضربوا نماذج وأمثلة عجيبة جداً النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد انكشف الناس عنه لما هجموا على المشركين بورا انكشفوا عنه الناس وفر من فر من المسلمين وثبتت من النساء امرأة اسمها أم عمارة زوجة عبد الله بن زيد المازن النجاري من الأنصار أنصارية هذه ثبتت بسيفها واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يفرون لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرجال فارين وهي واقفة قال واحد من الناس الفارين قال لا اعطي ترسك لأم عمارة الدرق اللي امتى شايلة قال لا اديها ليا قالت وكنت أقاتل قتال الرجال يا أخي هي حصان ما راقفه واقفة على رجلين في الأرض كويس قالت وكنت أضرب عرقوب الفرس فيكتسع الفرس الفارس تراكي فوق تضرب الفرس في العرقوب في العصبة بتاعت الولا دي بترميل الحصان فيسقط الفارس قالت فأرميه بالحجارة حتى إذا صغط أضربه بالسيف ثم أذبحه دي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ولد واقف معاه جواحد من المشركين اسمه ابن قمئة ضرب ولده وبقت بتداوي فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف اللي ضرب ولدك قال لا ذاك الذي ضرب ولدك يا أم عمارة قالت فشددت وسطي وقمت عليه قامت عليه قالت فضربته حتى أرضيته الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخذت بسعرك يا أم عمارة واتفد على ولده وهي قال هؤلاء جارايا في الجنة قالوا في الجنة جيراني أنا قال قال ولدها والله ما باليت ما أصابني بعد ذلك أم فارسة في الجهاد في العلم في أي مجال من المجالات يليق بالمرأة كانت المرأة عندها فيه حظ عندها فيه نصيب ومش الزهار المرأة بالأشياء اللي بيقولوا هم دي هم دايرين يعني المرأة بتساهم في الحضارة بتين لما تدعرع وتتفسق وتختلط من الرجال وتغني وتتبرج وتبقى في متناول يدي كل سفيه وحقيرة وغير محترمة لا ولي يحميها ولا أسرة رعاها وتبقى في متناول يدي الجميع سكرانة وحيرانة ودائرة عندهم دي المرأة المتحضرة كويس والحضارة والرفاهية الدوني يا أخواننا ما عندها علاقة بما ذكرنا يعني الليلة عشان الناس تعمر بلده نحن محتاجين بنات ليلبسوا قعب مش ممكن يلبسوا كويس ويعمروا البلد عشان نحن نرقي بلدنا ونتعلم هل إلا البنات اكشفوا شعارهم ويلبسوا بناطين ويشربوا سجاير في الشارع ده علاقة شنو بالمدنية والتحضر الغريبة إنه الناس انبهرت بالمتمع الغربي وما أخذت من المتمع الغربي إلا السخافات ما أخذوا منه أي مصدر من مصادر الحضارة الحقيقية الغربي تطور بالعلم الأطور الغربي أخواننا ما الجمع المبطحين في البيتش هناك راقدين عريانين ديل المتمع الغربي ما استفاد منه ونزاده ديل حسالة المتمع بتاعهم كويس الجمع الراقدين عريانين في المنتجعات والبغنو والسفهة ديل أصلا المتمع الغربي ما استفاد منهم استفاد من القرو ويدعلموا ودي لك ولا بجيبوا لك ولا بجيك في الإعلام مصلاً دا نحن شفنا الحضارة العندهم وشفنا قلة الأدب فأخذنا بقلة الأدب ودارينا الحضارة بتاعتهم لا لمينا في الحضارة ولا لمينا في ديننا بيقينا لا أخلاق ولا شنو ولا مدنيا ذاته لا تطور ولا أخلاق ولا دين ولا شيء طيب إذن النقطة الثالثة تشجيع التعليم المختلط قالوا عشان دفل اتفاقية ها صفحة 11 قالوا عشان المتمع يمشي لقدام لا بد من التعليم المختلط أسألكم بالله يا أخوانا كديم فهم بسيط ماذا نستفيد علميا من التعليم المختلط وأنا معلم وأعرف تماما فهم الطلاب خليت من كونه تقعد البنات معهم لو في الدرس بتاعك جاء موضوع فيه سيرة النساء والبنات الطلاب يمرقوا بره جو الحصة السيرة بس بتاعتهم أول ما تيقصة بتاعت حب ولا ما تعرف حاجة زي دي الجماعة بيطلعوا بره الموضوع تجيب سيرة بس يا ناس تقول تلمهم كلهم سوا تقول لا دار يقروا ما بيقروا ونحن قرينا الجامعات المختلطة دي ما قراية ولا فاضل لقراية أن نكلمك والناس اللي بيقروا بتلقاهم مجموعة بسيطة حتى في القاعة المختلطة بتلقى فيه ثلاثة أربعة صفوف بيجاي بنات دي لدارات يقران وفيه ثلاثة أربعة صفوف بتاعت أولاد دي هنا صافية دي دي لدارين يقروا أما جماعتك ناس الخالط قاعدين من هنا وورا ومقبلين قلقة هذه دي ما جايبين خبر الدكتور اسمه منه ما بعرفه دي ما دار يقروا إذن نحن لو دارين ندعلم لا نحتاج إلى الاختلاط أصلا بل هو من مضار التعليم دا بدرنا مشكدة بس يا أخي أنا لقيت حتى تعرف حتى المادة المادة بالمناسبة بيجروها الطلبة مفترض تكون المادة بتاعت الأولاد غير مادة البنات ما تكون المادة بتاعتها واحدة خليك من كونه تلمون سوا قبل ولا أمسه لقيت ولدي بحفظه في قصيدة في سنة رابعة في ابتداية أنا ما أتذكر بالضبط عنوان القصيدة لكن استغربت فيه جداً قال القصيدة أنا الفتاة الموقرة ولا شنو كده ما عارف الفتاة شنو أستفى ولد بحفظه قصيدة زي دي أنا الفتاة يعني ولدي أنا مستفى شنو مننا الفتاة أنا ربي فيه رجالة ولا ربي فيه إنه وهو الفتاة يعني أتوقعه بعد ذاك شاني أجيب الكريمات واللوشن والاسم شنو ذاك ولا شنو يعني استفى شنو ولد قروان الفتاة يا أخي البنات بيتربوا براهم ربنا قال أوما ينشأوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين قال بدي لعبات براها وبرنامج براه والولد يتربى تربية براه صفية رضي الله عنه عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزبير ابن العوام من أعظم فرسان المسلمين لمن كان صغير كان بتوديه مع خاله حمزة وحمزة كان يصاد الأسود تقالوا بلعب الستيشن كان يصاد الأسود تطلعوا معاه قالوا لا لم تصنعين ذلك وتضريبيه ده دقوك إنه يمشي قالت أريده كي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب يهزم الجيش يجب الغنائم شانكذا الزبير طلع فارس قاطع ولده عروة بن الزبير قال والله كان في عاتق أبي جرحا ألعبوا فيه بيدي بدخل يده بلعب في وجوه وكان يشق الجيش بيشق الجيش كده بيقطعوا وبيجي راجع تاني وما يعمل إلا الزبير ده يربوا بأنا الفتاة يسمى شني أنا الفتاة المسلمة يا نزل كلام فارغ يا أخي يا أخي الجامعات ذاتها مختلطة ماذا يقولوا يا أخوان بس لحظوا معي ملاحظة بسيطة الطلبة الطالعين الجامعات ديال ما شايلين ورقة ولا جلم بيقولوا شنون ممتحنين الرخصة شنو بيقولوا شنون والله أغلب الطلبة اللي أنا بشوفهنه طالعين تلقاهم راجين المواصلات الواحد الشعر مفلفله ومركب له سماعات والبنطلون كيف ما عارفه وقاشر وشايلين مندير في يده ده أكان الده معلومة بكتبة وين أكان قاعد في الغاعة والمحاضر قال ليه معلومة مهمة بكتبة وين في جوضمه وقال رجالة قاعد ما شايلين ده ما شايل شنو وتلقا قاعد قاعد المراية زي وزي البيت واحد كاتب مرة في الجريدة قال ليه زحام الأولاد على محلات الكريمات زاحموا البنات في محل الكريمات دي بتشتري لوشن وهو بيشتري لوشن الولد معاه كويس ولا اسمه شنو فير ولا شنو يا ناس ما ما في قراية ليه لأنه أصلا البيئة بيئة بيئة اختلاق ما بيئة قراية خلوا يا إخوان الخواجات ديل كده أنتوا أفهموا الخواجات العاجبين ديل كده النصوص خلوا أبعد شوية الخواجات العاجبين دي لجماعة دي لك ما يدتوا كويس الخواجات العاجبين ديل عندهم العلم عنده مكان والحفلات عنده مكان والترفيه عنده مكان ما سمعنا في الجامعات المتطورة العالمية دي إنه في حفلة جوة الجامعة ما في الجامعة دي محلة بتاعد علم البوري دي انت جنبه ما بتدقه جنبه القاعات كويس محلة بتاعد علم جوة الجامعات بيقروا وعندهم محلات الحفلات والمنتجعات بيقلوا فيها دابون نحن بيقى عندنا الحفلات جوة الجامعة مرة جيت داخل اللي قيت في جامعة كده في منذ رمان جيت داخل اللي قيت شل بتاعد أولاد قاعدين وشال لهم دلوكة الدلوكة الواحدة بتاعد النسوان لك البغنباء غاني السيرة شال لهم دلوكتهم وقاعدين أسد طلبة يا أخوان نحن ما قادرين حتى الآن نحن نفرز بين الشل بقدم بلدنا وبين الرفاهية والغنى وكده فدي مشكلة زاعة والله يا أخي طيب قالوا المساواة دي المادة المادة ستاشر من الاتفاقية ودي أخطر مادة في اتفاقية السيداو قالوا المساواة في الزواج أن تختار المرأة الزوج براه تختار الزوج والعلاقات الخارجية غير الزواج يعني بعد ما تتزوج عندها علاقات خاصة أنت بتكون قاعد في بيتك والمرأة وتقول لك أنا الليلة تدق لك تلفون تقول لك أنا جاي بصديقي معي صديقة في البيت وما لك الحك تمنع وفي بيتك تجيب صديقة وتسوقه وتمشبه لو نظمت معه بتتصل على الشرطة وبجيب عقبوك دي بيتك ومرتك برضو وأمك ومن حقهم قالوا وتتزوج وطيب بعدها تتكلم وتقول لك أنا طبعا أنا الزواج تهمس ما من حقك تعترض تسكت بس قالوا الطلاق أحد الزواج عرفنا الطلاق برضو حقها يعني كما من حقك أنت تطلق المرأة هي من حقها تطلقك جبت الدكوة لا طلقان يا أخو أن المسائل دي الإسلام لما جعلها للرجل لأحكام مهمة لأن الرجل يتروى ويتريث الطلاق دا والله لو بيقى عند النسوان والله بيت يعدل شهرين ما فيه والله مش الطلاق طلقات ديل المرأة بتكملهم في أول شهر تكمل الثلاثة ممكن تدديك مجموعة كمان ترصي لقى الثلاثة وربعة دي أحكام ربنا جعلها خاصة ب فرد معين من الجنسين لما تلائم طبيعة هذا الشخص أو هذا الجنس بتلائم الأحكام دي ذاتها لكن مع دي قواننا في مسألة لا بد أن نبه عليها في الإسلام وهي أن المرأة مع إنه شرط في زواج الولي وأي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ده ما حروف عندنا نكاحها باطل لكن الولي ليس له أن يزوج البالغة اللي بلغت الحلم ثيب أو بكر ما يزوجه إلا بإذنها وبرضاها ولو زواجه بغير إذنها لها أن تفسخ العقد من حقه يا أخوان إنه تستاذن بس في فريق بسيط في الإذن إنه البكر البكر لمن استأذنها لو سكتت خلص فإذنها صماتها خلص كده قبلانا لأن البكر فيها الحياة أما الثيب فلا بد تنطق تقول قبلانا حتى تزوج الحمد لله طيب قلنا يا أخوانا مسألة الزواج لا بد من الإذن فيها للبكر والسيب اللي اتنين وإن نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل وإن نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل دفي البالغة قالوا أما الصغيرة اللي ما بلغت الحلم فإذنها أو فأمرها عند وليها له أن يزوجها يعني متى ما أراد ممكن يزوجها ولكن لا يدخل عليها إلا إذا أطاقت الجماع وابن حجر نقل الإجماع على إنه يجوز العقد عليها ولو عمره يوم واحد يجوز العقد عليها لكن يكون بإذن وليها طيب قالوا وتحديد الإنجاب الدول الحق في إنه تحددنا تنجيب ولا لا تنجيب ولا لا وبعد ذلك تحدد حتى الفترة بين الأطفال دائرة الأولاد كل أربع سنة زي كاس العالم بطريقته كل أربع سنة يكون واحد وده يا أخواننا ومسألة القوامة برضو عندها أو عندها الحق المتساوي مع الرجل في مسألة القوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم واختيار اسم الأسرة وطبعاً هذا نظام عندهم ما عندنا نحن نحن ما عندنا اسم بتاع أسرة بتكون جديد دائرة لما يزوجوا لما نكون واحدة اسم كريستيانا جونس أول ما تزوج وراجلة اسمه مثلاً جيميس شارلس ستبقى كريستيانا شارلس بتأخذ اسم العائلة بتاعة زوجها دائرة أما نحن يسمى يهو يسمى ساته ما بتغير فلان بتفلان يهو يسمى وبعدين حق الملكية إلى آخره مسألة القوامة في الإسلام ربنا جعلها للرجل ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يا أخواننا جنس الرجال مفضل على جنس النساء لكن ده ما يعني تفضيل أي رجل على أي امرأة لا لا في بعض النساء أفضل من الرجال سيدة عائشة الآن مقدر قارنة بالرجال الجاعدين في زمننا هي أفضل بلا شك سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وذي الورد بين الحديث إنه ممن كمل من النساء فمسألة القوامة بتكل الرجل لأنه الواجب عليه الإنفاق حتى وإن كان الرجل فقيراً والمرأة غنية انتبهوا يا أخواننا لديه حتى الرجل لو فقير لو شغالي في مؤسسة وحدة المرأة هي مديرة المؤسسة والرجل هو الغفير وهو زوجة الواجب في البيت الإنفاق على الزوج ما على الأم وهي مالة خاصة وليس من حق الرجل في الإسلام أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا برضاها وذا دميزة يا أخواننا في الإسلام ما كانت عند أهل الجاهلية عندنا المرأة كالرقيق زي الرهن عندك أو الرقيق تفعل فيها ما تشاء فالإسلام ميزة بهذا وجعل القوامة للرجل والإنفاق على الرجل ما عليه بعد ذلك إن شاءت تنفق وإن شاءت لا حتى مهر ما يجوزيش المن وبعد ذلك مسألة تحديد النسل تحديد النسل دي أخواننا محرم وفي فرق بين تحديد النسل وتأخير أو تنظيم الولادة بصورة منتظمة لا تخل بأو أو مثلا فترة سنتين لكي تكمل المرأة الرضاعة أو لظروف طبية خصة هي يعني مرأة وضعت بعملية فلها أن تنظم ما تحمل مباشرة يعني بعد وضوعة لما يترتب عليه من شنو يا أخواننا من الضرر عليها أما تحديد نسل يقول لك إلده اتنين فقط ده يا أخواننا أولا فيه جناية على المجتمع وفيه مخالفة للدين وفيه ظلم لكن تزاته ربنا قال أباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا انت بتقول لنا بلد اتنين والبقية دل ما دائرهم ما يدريك ان الاثنين دل يكونوا كويسين والله قد اطلعوا لك سيئنسوا تقول هرية ليلة وجبت ليلة وحدين تانين أكان ينفعوني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقد انت أولادك تلدك تمانية ما ينفع كل الأخير ذات السبعة دي اللي يبقوا لك ضر كلهم سفت انفع كل الأخير ده بس فده فيه وشكال يا أخوانا طيب أنا ده نختصر النقاط أخيرا التدابير التي وضعها الإسلام لمساهمة المرأة في الرفاهية الاتفاديات بتاعتهم دي كلها خلاصته إن هي قوانين تلزم باتساوي المرأة والرجل وبينا إن المساوى أصلا هي ظلم وما ممكنة ومع ذا يعني أباح للمرأة الإنفلات عن الدين وعن الثقافات ويبقى الرجل ملزم بالدين وملزم بالثقافات والمرأة غير ملزمة كأن المرأة دي بقت كائن فوق المجتمع مهيمن عليهم وغرض منها في الجملة كده إن دانين المرأة تنفتح عشان يفسدوا مجتمعاتنا نحن ونحن مجتمعاتنا أول ما يفسد النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثي أسامة قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء الدنيا دي ها لو دار تفسيده بتفسيده بالنساء وهم ما أستل الآن داخلين بالاتجاه دا طيب الإسلام يا أخواننا وضع تدابير وضوابط وقوانين بتعطي المرأة إنها تبذل للمجتمع أعظم مما وضع في هذه الاتفاقيات كلها أولا الإسلام اعتبر المرأة كائنا اجتماعيا وجزءا من منظومة الأسرة يعني ما حاجة براها هي جزء من أسرة الأسرة دي كل له واجباته داخل الأسرة أجي واحد عنده واجبات الرجل يمشي يعمل ويتكسب ويجاهد في سبيل الله المرأة ما مأمور بالجهاد وإن كان إن ذهبت المرأة وعالجت وطببت وأعانت في الجهاد فلا بأس ممكن تمشي لكن ما مأمور بالجهاد نبي صلى الله عليه وسلم قال له جهاده كنا الحج والعمرة الراجل يمشي يجاهد ويجيب المال ويضرب في الأرض وهو المسؤول عن رعاية البيت وكفالة الأولاد والطعام والكسوة واللباس والعلاج مسؤول عنه الرجل والمرأة لها مسؤولية أخرى وعليها واجبات نشوف فيبقى النقطة الأولى إن هي ما كائن مستقل هي فرض من المجتمع اتنين المساوى بين الجنسين حيث تساويا الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في نقاط في التساوي زي الأجر والسواب يوم القيامة ما الفارق بين الراجل ومرأة شكدا لما أم سلم رضي الله عنه أم المؤمنين جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما لنا لا نذكر في القرآن يا رسول الله قالت قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فوضعت أذني على الحصير لقد بتسمع من حجرته قالت فسمعته يقرأ قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم سوى في الأجر يوم القيامة ما في فريق بين راجل ومرأة طيب أيضا في الإنسانية عموما حرمة الراجل الرجل كحرمة المرأة دم الرجل حرام وكذلك المرأة ومالها حرام وعرضها حرام كالرجل ما في فريق وكذلك في الحقوق المادية من التملك تمتلك مالا والإسلام جعل له الحق في الميراث والميراث كلامه فيه كثير اعترض عليه الصادق المهدي في كتابه العقوبات الشرعية وقال لا بد من يعدل نظام الميراث في الإسلام لأنه قال فيه ظلم للمرأة والمرأة اختلفت من أول ما في ظلم والمرأة أحيانا بتأخذ أكثر من الراجل في مسائل كثيرة تفصيلة بيجيك في مسائل الميراث أحيانا بتشير أكثر من الراجل وأحيانا بتشير أقل وهكذا أرضى حماية المرأة بالحجاب الحجاب دي حماية للنساء ربنا قال ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين أي تعرف بأنها عفيفة فلا تؤذى الليلة النسوان اللي بتعرضوا كثير منهم للمعاكسات في الشارع وللكلام البذيء والسيء ولأنه أي زول في نفسه مرض يتعرض لين السبب إنه هم من الأول أتاح اللي والفرصة بيليبسهم الليلة المرأة من لبسة ومن وقفتها في الشارع ومن مشية بيقدر يحدد زول المرضان إنه دي أنا لو تقدمت لها بأي نوع من أنواع التحرش هي بتقبل ولا لا وبعرفها من شكلها ولا ما بعرفها براه وبعرفها من غير ما تقول كلمة واحدة شكده ربنا قال عن زوجة الفتاة اللي جات لموسى عليه السلام قال فجاءته إحداهما ما لك تمشي على السحياء من مشية عرف أدبة من المشي بتاعها لكن الآن انت براك شايف يا أخ ده ما بشرح وجاته ده ما بشرح البيت من شكل وكفتها يا أخي البنات المحترمات الواقفات للمواصلات بيختلفون الواقفات لحاجات تانية صح ولا ما صح ظهرات من وقفتها تلقى وقف لك في محلة ومحة المواصلات الزات ما هذه المحطة الناس باكفين بتي وقفة أين مالك محلة ومحة المواصلات والناس قل لهم أي واحدة تركب هذه ظهر وقفة كده وتأشر ده أريد ركبوا المواصلات ديك ولا أبطأ اشتر ماسكة تلفون دي أكفى لشنو دي انده طرحيل جاية ولا شنو وكمان المسألة جاطط وبيقتر حالج يسوقوا من جنب البيت وبلاو يا أخي الله المستعد فالمرأة الإسلام حماها بالحجاب دي حماية للمرأة ومنع الاختلاط منع الاختلاط وده فيه حماية للمرأة لأن الاختلاط يجور إلى الفساد والليلة انت أي زول بيكون حريص لمن يكون دار يتزوج انه يتزوج البكر والبكر يعني لو زودت على أساسينها هي بكر لو اكتشفت بعدين انها ما بكر ما بتقبل في الغالب يترجعها هلا ممكن تعمل لك حركة كده بسيطة شان تحفظ ماء وجهها وتحترم هلا وتعدلها كمشار وبترجعها نفسك ما بتقبلها فكما أنك تريد امرأة بكرا في عرضها فكذلك اطلب امرأة بكرا في مشاعرها لأن القاعدة تدردرت مع الأولاد وغازلوها وانسوها ورمولها المكانات التقيلة ديك دي تاني اتا شان تيتونسها في البيت دي مشكلة تقول لها شنو يعني اي كلام قلت له بايخ وقالوا له قبل كده والمرأة انت بتحرك مشاعره في بيتك بمغازلتك وبكلامك الجميل معاه دي تقول لها شنو سمعته كله ده وعارفه اكتر منه وتقول لك فلان داك بعرف الحانك اكتر منك وتخارب عليك بيتك كله فمنع الاسلام الاختلاق حفاظا على الاسر وانتبه ان المرأة الليلة اللي قبلت انها تخلق علاقات مع الرجال من وراء اهلها وعاصية لربها وعامل علاقات معاك اتزاتك وانت جاي تتزوجة اعرف انه دي ظهرت منا بوادر الخيانة لانه خاين لابوه الرباه خاين لربه الخلق واسر عن الشافع رحمه الله انه قال من خان اول من انعم عليه لن يفي لك انت اللي خانت ربه الخلق وابوه الرباه لابتكن وفية معاك ويوم من الايام حتلدغك لدغة انت وابتتحمل فدي كلها يا اخواننا جوانب بتاعت حماية وليس من مصلحة المجتمع ولا مصلحة المدنية و و يعني رفاهية المجتمع كون المرأة تخلط الاولاد يعني نحن بنستفيد شنو من بناتنا الخلطات في الجامعات بنستفيد شنو نحن عملوا لانا شنو وليش طيب والسفر بدون محرم مرعوا الاسلام شان ما تبقى المرأة متهتكة وعرضة الى اصحاب النفوس المريضة المرأة ما السافر الا ومعها ذو محرم واشترط الولي في الزواج شان ما تبقى المرأة العوبة لابد تزواج بهولية وتجي انت تطلب من اولياءه ويضع شروطهم وتجيب اهلك وتعلن الاعلان دا قالوا الراجع عند الفقهة الراجع انه لابد من الاعلان ناس كله معرف انه انت مزواج شان ما تبقى المسألة لعبة لو بيقى يا اخواننا ما في ولي ها والمرأة هي تتمشي بتقعد معاها مباشرة وتتفقوا يتوهي ماذا لذا تبقى لعبة تبقى ملعبة واي زلدار يفجر بامرأة انشي يقعد معاها ويطق الحنق زي ما بقوله الشباب ويجيب راسه ويعمل ما الداير ويفكها بعدين دا زي ما اخذ بسهولة بفكها بسهولة وحتبقى لعبة طيب واشترض الاسلام المهر وافترض على الزوج رحمتها والرفق بها والاهتمام باطعامها وكسوتها وعلاجها وتأمينها بل وأوجب على الزوج العدل بين زوجاته تقول لي يا أخواننا من الضوابط لحماية المرأة كويس وبين بناته حتى بناتك التواجب عليك العدل بيناتهم ما تهب لي واحدة وتخلي التانية أديتهم هدية أديهم كلهم كويس ورغب في البنات وده ما بتلقى إلا في الإسلام يا أخواننا رغبك في البنات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكره البنات فهن المؤانسات الغاليات وقال لك ربي ثلاثة بنات لو ربيت أحسنت تربية وزوجت دخلت الجنة الصحابة قالوا واثنين يا رسول الله قالوا واثنين قالوا وواحدة يا رسول الله قالوا وواحدة فتبت تربية تمام لما تمسك لها راجلة دخلت الجنة شوف رغب الإسلام كيف في البنات ما زي المتمع الجاهل زمان يجيبوه يدفن وهي حية عمر رضي الله عنه قال لي موقفان إذا تذكرت أحدهما أبكي وإذا تذكرت الآخر أضحك أما الذي يضحكني قال فإن كان لي إنه كان لي صنم من عجوة إنه صنمت عجوة قال كل ما أجوع بجم أقول له دار أكل اليد لما نكمل قالوا أما الذي يبكيني فكانت لي جارية قال وأحفر لها لأدفنها وهي تنفض الترابة عن لحية وهذا لدفنها ذكروا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إذا هو الغوارين الكافرة الإسلام كفى الله حق التعليم وحق التملك والتجارة والعمل على وفق ما يلائم طبيعة المرأة ونحن الليلة لما المرأة زجوة في مناصب ما تليق بيها الناس الآن بتجرعوا الويلات وإنه يقول لك النسوان غالبين العمل والنسوان ما بيشتغل في مؤسسات كثيرة في العمل يقول لك إحنا ما بنعين المرأة لأنها ما بتقدر ليه الطعن سبب شنو لأن المرأة وضعت في مكان لا يلائمها إنت لو دائرة تعمل نعم المرأة بتعمل ممكن تعمل معلمة وتعمل طبيبة بل أنا الذي أعتقده واجب على المجتمع تخريج نساء معلمات وطبيبات المهنتين ليل بالذات وأول حقل الطبي كله كده والحقل التعليم كله عشان إحنا ما نحتاج إنه فتياتنا يدعالج عند الرجال وتظهر أشياء يعني مخلة بالأدب وبالأخلاق من الأشياء اللي بتحصل الآن والناس شايفاها تودي المرأة تلقى يعني واحد أنا ذكر لي تعليق لواحد من الطباء النساء والتوليد على مرأة جايبينها ليوشاً تضع وهي بدعاني من وجع الولادة بيعلق على تعليق إنت لو سمعت تاني ما بتودي مرتك لطبيب ذئب زيدة دا واقع الناس عايشاو فلابد في هذا القطاع من نساء يعملن في مجال الطب ومجال التعليم عشان يقدروا شنو يعالدوا النساء طيب سمح لها أيضاً الإسلام بالمساهمة بعلمها ورأيها وبنفسها في ميادين الحياة على الوجه اللايق بها وفي المكان المناسب لها وأوكل أخيراً لها أعظم مهمة شماعية ونحن الآن لو نظر المجتمع لو قلنا نص المجتمع نساء ففي الحقيقة المجتمع يرجع في النهاية كله للنساء لأنه هي نص المجتمع وهي التي تربي النصف الثاني من المجتمع فتكون المرأة في الحقيقة هي كل المجتمع مهمة اللي بتقوم بها في البيت دارين يطلعوها منها دال الناس المبهورين بارتفاقية السيدة وبغيرة دارين يطلعوها من مهمة عشان تنفلت الحياة كلها المرأة في بيتها بالمناسبة بتقوم بيدور دور بتاع وزارات والله أنا بفهمي كده زي الوزارات شفت المرأة دي جوا بيتها هي وزارة الداخلية هزاتها وزارة الداخلية ووزارة الرعاية الاجتماعية دي المرأة برضو لأنه لولا دي دارين رعاية في نفسياتهم وشخصياتهم لابد تربيونا المرأة تربية سليمة وهي وزيرة الاقتصاد الأسري البيت داي انت بتمشي تشتغل ما عارف الحاصل شنو لو جبت لك امرأة سفيها وما بتعرف توزن قروشك بتضيعها يكون لها ستائر وما تعرف كل يومين حنة وكل يومين شنو لكن المرأة اللي بتدير اقتصاد بيتها تمام بتريحك انت زاته وكذلك هي ها بمثابة وزارة التربية والتعليم جوا البيت وزارة عدل تلقى شغالة قاضي والله جوا البيت المرأة دي قاضي بس يشكلوا ديال تعال ما لك سويت ضربني اول لا ما ضربتو انا اول والله ينبزني تلقى شغالة قاضي ويس وشغالة معلمة بالعصر لمتهم وبتقري فيه ده ده بيحفظوا فيه وده ما تعرف بيسولشنو ها قصايد وده بيحفظه ورؤان وده بيعلمه شغالة وزارة التربية والتعليم جوا وزارة العدل والاقتصاد الوطني كله ده جوا البيت داريني مرقوة تمشي تجدع الولد في دار الرعاية بغادي وتمشي يتهمل في المنتجعات سالمجتمع يضيع يا ناس واحد من السلف جابوا له ولد قولوا رب لنا الولد ده ولا الصغير قام قال له انده فات عليه والاوان وصغير لسه ما بلغ ذاته قول لك ايه فات عليه والاوان قال ده فات عليه والاوان من زمن اختيارهم مزادة افترض تختارهم مصاح إذن يا اخواننا كل هذه الواجبات داريني طلعوا المرأة برنا مننا وتبقى ابقى البيت منفلت وما في اسر وفي الحقيقة النازل وخلاصة الكلام حازديننا على نظامنا الاسلامي اللي فيه اسرة مترابطة وانت شخصيتك كرجل مبنية على امرأتك في البيت ان نكلمك النصيحة وما هو الشكل انت كرجل شخصيتك امام الرجال مبنية وقايمة على امرتك شان كده ربنا قال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتغين شنو امامة اتب تبقى امام للمتغين لما يكون وراك مرة نجيظة لكن مرتك لو تعبانة بتلقى بتجرك ليس فاسفة الامور والاتفاهات وانتك ان قلت لك كلمة قدام الرجال بتخشت المرأة بتقول لك ويه ما تعمل كده فد نهره لك تبترجع بتغير كلمتك قدام الرجال وبتبقى مخزول وما كراجل لانها نهرتك جو البيت شان كده يقال وراك كل عظيم امرأة في مرأة جو البيت هي دي المنصة ذاتة بتاعة اطلاق الصواريخ شبابنا ورجالنا ومجتمعنا بتربيه امهاتنا القاعدات في البيت فاذا كان الامهاتنا ديلك المحترمات رب نجيل زيدة فما بالك بابتاعة الكرامات ديلك حيربا لنشن الله المستعان نكتفي بهذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم